السلام عليكم معكم دكتور صدرية محمود إريطان ناس كتير بيشتكوا من تعب العضلات وخاصة الناس اللي هم بياخدوا أدوية الكوليسترول أدوية الكوليسترول بأنوحل مختلفة سواء أطور سواء لبينورم سواء كوليستور سواء روزيتور فاستاسيرو وغيره وكل أدوية بدرجة أدوية الكوليسترول بدرجات مختلفة بتعمل تعب في العضلات وبيبقى فيه تعب في الكتاف وقلم وخاصة أثناء النوم طيب يا دكتور مفيش حاجة بتعالج واجع العضلات وإحنا بناخدوا دوية الكوليسترول وخاصة الناس اللي بياخدوا دوية الكوليسترول لفترات طويلة وما تكونش ضارة وما تأثرش بدارة على الكبد أو الكلا معانا النهاردة مكمل غزائي بيعتبر مصدر الطاقة والحيوية واللي بيعالج تعب العضلات للناس اللي بتاخد أدوية الكوليسترول معانا النهاردة كوينزايم كيوتين زي ما حاكتوا شايفين كوينزايم كيوتين ده هو عبارة عن مكمل غزائي هو يعتبر مصدر الطاقة داخل جسم الإنسان وهو اللي بيمد الخالية بالطاقة وكمان هو اللي بيحول الغزل طاقة طيب وظيفته ايه؟ كوينزايم كيوتين ده الحاجة الحلوة اللي فيه انه بيساعد في علاج التعب والوهن بتاع العضلات وقلم العضلات للناس اللي بياخدوا أدوية الكوليسترول مش بس كده ده كمان بيستخدم مساعد مع أدوية الضغط المرتفع لانه بيساهم برضه بدرد كبيرا انه بيساعد في تخفيف ضغط الدم المرتفع كمان بيستخدم مساعد مع أدوية السكر لانه برضه بيساعد في تقليل نسبة السكر بنسبة برضه ملحوظة كمان مش بس كده ده بيستخدموه لتقوية الشعر كمان كوينزايم كيوتين بيستخدموه كمؤول جهاز المناعة وزياد الخصوبة عند الرجال وبيعتبر كمان مضاد قوي الأكسادة وهو كوينزايم كيوتين ده من العناصر الجميلة جدا ومن المكملات الغذائية الممتازة جدا اللي ملهاش أي دار بل بالعكس بتدي طاقة وحيوية للجسم وتخفف الإحساس بالإجهاد والتعب والضعف العام لأنه كان ممكن تصبح كمقوة عام طبعا بإضافة طبعا لغذاء ملكات النحل والجينسنج فده ممتاز جدا لأنه بيحمي الخالية فعلا بيحمي الخالية بسبب خوصوا المضادة الأكسادة كوروينزايم كوينزايم 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 ك VISTA وسيستعمله كبسولوجة من مرتين إلا ثلاث مرات في اليوم وأستمر عليه في ثم فترة شهرين أو فترة طويلة لم يوجد مشاكل نره يتم غذية الأدواء الكوليسترول لم يوجد مشاكل حتى الاستمر عليه بدون أي أضرار جانبية هذا الوقت يريد أن نعرف هو كو إنزيم كيوت تاني يا دكتور اللي موجود هنا مش موجود في الأكلات لا موجود في الغزاء موجود مثلا في سمك السلمون وسمك السردين وكمان موجود في صفار البيض وموجود في الفول السوداني يعني موجود في أكلات كتير جدا واعتبر من العناصر المهمة والضرع جدا اللي ناس كتير ما يعرفوش عنها وماعرفوش أهميتها كو إنزيم كيوتين زي ما حالتكو شايفين ده شكل الشريط عبارة عن علبة 20 كبسولة الشريطة 10 كبسولات العلبة عاملة 21 جنيه العلبة 21 جنيه يعني الشريطة 10 ونص العلبة سعرها 21 جنيه الاهتمام بالصحة حاجة أساسية ولازم بدل من أاخد مسكنات كتير بتتعب الكلا والكبد للناس اللي بيستمروا على أدوية الكوليسترول فطارات طويلة لا إحنا عندنا حل ممتاز ومثالي بيخفف ألم وتعب العضلات اللي هو كو إنزيم كيوتين بأمان وفاعلية تامة يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكون ستفادتم سلام عليكم